يشارك وزير الفلحة وتنمية الريفية الجزائري يوسف شرف ممثلا للرئيس عبد المجيد تابون ابتداء من الثلاثة بالعاصمة الكنية نيروبي في اشغال القمة الافريقية حول الاسمدة وسحة التربة بجان لوزارة الفلحة الجزائرية اوضح ان هذه القمة التي تستمر لغاية التاسع مايو تنظم من قبل لجنة الاتحاد الافريقي وحكومة جمهورية كينيا وذلك تطبيقا لقرار الندوة السبعة وثلاثين لرؤساء وحكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة في اديسابيبا شهر فيفر الماضي وتهدف هذه القمة وفق المصدر الى جمع كافة الاطراف والفعالين المعنيين لتسليط الضوء على دور الاسمدة وسحة التربة في محاكاة النمو المستدام المواتي للزراعة في افريقيا